بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نبدأ موضوع جديد هو الهلمانث أو الورب بعد ما كملنا البروتوزوة واخذنا الانتستاين البروتوزوة والتيشو بروتوزوة منها الملاريا واللشمانيا والتريباناسومة اليوم نبدأ موضوع الهلمانث الهلمانث يتقسم إلى ثلاثة قسم مثل ما تعرفونه هو النيماتود والسستود والتريماتود أو نسميها الديدان الاستوانية والشريطية والديدان المسطحة نبدأ ببداية مقدمة على الهلمانث in general the tear الهلمانث mean in the Greek الهلمانث mean the war related to intestinal war but now found other worm including the tissue helmanth and the free living helmanth يعني قبل يتصورون ان بس الانتستاين الورب هي موجودة بس بعدين كتشفون موجودة in the tissue and the free living species the helmanth are multicellular mitozoa bilateral symmetrical animals kingdom mitozoa the helmanth divided into platyhelmanth اللي هي تشميل السستود والتيماتود اللي هي الديدان المسطحة والديدان الشريطية والنيماتود اللي عندنا الديدان الاستوانية اللي هي الديدان المسطحة the general feature of the helmanth the adult worm of the helmanth in general the outer layer protected or covering by the cuticle or intimate which may be tough and the arm with the spine or the hook تكون الطبقة الخارجية تكون من the cuticle or supported by the spine or hooks the cuticle of the helmanth resist to intestinal gastric the mouth of the helmanth which contain teeth or cutting plate many helmanths have sucker or hook for attachment to the host and the tissue some helmanths have the some the helmanths have no organ of the movement but some species have the sucker help in the movement of the helmanth the movement of the helmanth occur by the muscular contraction and relaxation many helmanths have a simple nervous system but the reproductive system and the exploratory system is well developed the adult male and female helmanths the lucky name of the helmanth the bench we have each other with hemorrhakingont floating the leach ice the planets the leach iron have all the helmanths the l the loach girуст the mother بينما الدايشيس اللي هي تكون سيبراتد سيكس تكون ميل عن فيميل عندما سيبراتد سيكس تكون ميل عن فيميل تكون سيبراتد مثل ما قلنا ذا ميل يكون سمولر ذان ذا فيميل والمثال عليها الاسكاس أو انتروبس أو انجلستوم تكون قابلة على أن تنتج بيوض بدون التزاوج بين الذكر والأنثى والمثال العالية هي هي السترونجولويدس وهذه تسميها بارثوجينيك في نومنا المثال العالية هي الاسكاس يتجرد عميزة موضوع مثل عندنا بالسكارس الأسكاس المثال العالية هي أكثر من 200 ألف أغطاء المثال العالية المثال العالية هي الاسكاس تساعدنا بالتشخيص مع الوارد يعني كل نوع من الديدان تكون لها شكل خاص مع الوارد يساعدنا بالتشخيص مع الوارد تساعدنا بالتشخيص مع الوارد يساعدنا بالتشخيص مع الوارد وعندنا بالتشخيص مع الوارد يساعدنا بالتشخيص مع الوارد يساعدنا بالتشغيص بين الديدان الهلمنث يختلف من البروتوزوة بأن البروتوزوة لها القابلية عن تتكاثر داخل البروتوزوة بينما الهلمنث ليس لها القابلية على التكاثر ولهذا البروتوزوة احتمال الانفكشن يصير من سنجل البروتوزوة بينما بالهلمنث الانفكشن يكون قليل ولهذا الانفكشن يكون الانفكشن يؤدي الى الدزيز نبدأ بالكلاس هذا مختصر مع السيستود والتريماتود والنيماتود الكلاس عندنا تريماتود راح نأخذ إن شاء الله بعد نصصين همية السيستود والتريماتود تكون فلات أو فلشي مختصر مختصر الانفكشن يكون المختصر 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 abroad فلاثة وشكيمنتية، يوجد مشكلة وشكلة وتركيا ييدي قطرة ، وعندما يوجد من الجنة وشكلة تماما، جنانا والشكومتة يوجد مشكلة معينة، وحجوة دائرة المترجم للتواني والدداني السطواني النمتاد والدداني السطواني النمتاد هو المقرد من صندوق والنسيجمنت بدي لديهم بشكل كنال من انس The body cavity present the head without sucker or hook but the buccal cavity may have the teeth or cutting blade تكون النماتور separated 6 and the female produce ovipara or pv par هذه هي الديدان الستوانية إذن حكينا عالميزات مختصرة بالديدان الشريطية والديدان المسطحة والديدان الستواني وراح ناخذها كلها بتفصيل إن شاء الله نبدأ بالنماتور في الناس The nematodes are generally look like the earthworm تشبه شكل دودة الأرض but هي مو من فصيلة النماتور الدودة الأرض الموجودة نشوفها بالحدايق والمتنزهات The name of the nematode means the thread like Nema means the thread Nematode elongated cylindrical and segmented worm يديدان الستوانية with tibering end تكون متبب في نهاياتها The most of the nematodes are the free-living form found in the soil or on the water unlike the cystode and the trematode The nematode infected the plant a human being, a plant, an animal ولهذا تكون لها أهمية اقتصادية بالإنفكشن مالها The body of the nematode covered by the tough outer cuticle which may be smooth smooth or saturated or spiny Other outer layer The middle layer is hypodermis and the inner layer is the somatic muscle layer The body cavity is cytocele which contains the viscera The digestive system is complete the abdominal mouth and esophagus and the entaheable anus but the shape of the esophagus differ from one worm to another The intestinal of the nematode lined by the single layer of the columnar cell leads to rectum and to anus In the male the rectum and the ejaculatory duct open in the clavaco The nematode have simple excitatory and simple nervous system The nematode is separated six موجودة male and female The male reproductive system consists of single delicate tubule differentiated into testes spas, different seminal, physical and ejaculatory duct which open in the clavaco It also including copulatory structure which help in the matting which is in the matting which is in the matting The female reproductive system consists of the ovary oviduct and uterus and the vagina The female of the nematode may produce ovipara or larva vivipara Some nematode like egg containing larva which immediately hatching out مثل عدنا مثل ما حكينا بال stronguloid يسمي over viva paris The life cycle of the nematode consists of the larval stage of the adult who demand the optimal host of nematode The life cycle needs only one host to complete the life cycle except the filariasis which needs the human being and the insect or victor and the drangulosus melidensis which needs the other host or cyclop نوع من القشريات The nematode localizes the intestinal tract and the egg passed with the feces outside the body The egg which needs a few need some changes to develop to infect the human being The mode of the infection of the nematode in general by ingestion the egg by ناخذ الأيج مثل scars or antropius or tricorus tricora or by the larva مثل dronculus mediansis or incisit larva ناخذ المصل بال tricinilla spiralis or by penetration of the skin مثل ingles tomade denali unicator america or by blood sucking insect or by inhalation of the dust which containing the egg and scars and enteropius The female of the nematode in general كنا منتضاع البيوض عندنا Ovi Paras هي Lying the egg وتقسم إليها Unsegmented egg مثل Scarce, Tricor, Stricora Segmented egg عندنا الإنجليستوم والنكاتور أمريكان وعندنا الأيك which containing the larva full developed larva هي الأنتروبياس في المكلاسة المثال عليها عندنا نوع الثاني Viva Paras Produced larva ومثال عليها الويتشيريا بنوكروفتي والتراجلينلا سبيراليس عندنا نوع الثانيسل هي Ovo Viva Paras Lying the egg which containing fully developed larva والمثال عليها هو Stringulitis stercularis The large number of the Helminth Parasite of the human being to be classified to nematode أكثر أنواعاً موجودة هي النيماتود اللي infected the human being About one-third of the nematode parasitic infection of the human being are intestinal and other found in the other tissue إذن 30% من النيماتود تكون موجودة بالنتستان and other موجودة other tissue of the body The pathogenicity of the intestinal nematode in general may be due to the larval migration through the tissue or by injury of the intestinal wall or blood loss or by allergic reaction to secretion of the adult or larval stage which is the stage which is the genesis and the adult worm of the nematode which is called intestinal نيماتود هي نيماتود وعندنا أذار تشو عندنا لنفاتيك سبكوتينيس تشو بزنتري نيماتود الموجودة بسمال انتستين الهبيتية أولا الدلتور عندنا السكارس انجلستوما ديودينالي نيكاتور أمريكان ترايكينلا سبايراليس وعندنا باللارج انتستين كلش مهم لازم نركز عليها ترايكورس ترايكورا والانتروبياس والميكولاريس بالفاتيك وعندنا الويتشيريلا بنوكروفتي كلش مهمة وعندنا بالسكين مصابكوتينيس تشو وعندنا اللوة اللوة وعندنا بالكونجكتايفة أيضا اللوة اللوة تصير بالسكين والأي وهي كلها راح إن شاء الله نفصل بيها بالمحاضرات بعد مصر السنة عندنا الموضوع الأول بل النيماتود عندنا الانتروبياس فرميكولاريس اللي هي الددان الدبوسية الانتروبياس فرميكولاريس هي هم تسمى الموضوع الموضوع لها تسميات قديمة بس هو التسمية الشاعية الموضوع 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 هو المكتشف الحالم نيكورت عام 1865 بل الانتروبياس فرميكولاريس الموضوع والموضوع الموضوع الموضوع من الموضوع الأول انتشارها الانترويس فرميكولاريس worldwide distribution more common in the temporal country than in the tropical country. In the United States, الولايات المتحدة أكثر من أربعين مليون باسين infected with the pain war. The pain war infection common in the large family group and in the school and the mental institution. The infection is more common in the poor area. The infection is more common in the children than in the adult. The morphology with the magna and nematode here separated six, the adult male and the female have the anterior expansion from both sides. ventral and dorsal which is called the cervical alley. The mouth of the enterobius فرميكولاريس is surrounded by three wing like cuticle expansion. the esophagus has the double pulp structure which is called esophageal pulp. The male of the enterobius فرميكولاريس measuring length from 2-5 mm in length. The posterior end of the enterobius فرميكولاريس male will be curved with covulatory specule. The male of the enterobius فرميكولاريس live for about 7-8 weeks. The female of the enterobius فرميكولاريس length from 8-13 mm in length. The length of the female of the enterobius فرميكولاريس is located just in front of the middle third of the body. which open into the single vagina which lead to uterus and oviduct and the ovary. In the female of the enterobius فرميكولاريس the whole body is filled with the distended uterus with 1000 The graft female of the enterobius فرميكولاريس is OV para The female of the enterobius فرميكولاريس survive for about 5-12 weeks. The female of the enterobius فرميكولاريس The female of the enterobius فرميكولاريس المفورجي مالا راح نشوفه بالصورة هذا الصورة هذا الميل الينين هو الميل يكون posterior end تكون curved وال female على اليسار تكون posterior end تكون pointed لديهم المريكولات خلال سلوات تحضير يحتوي على سلط سلط سلطى تكون بدون لون تكون شكلها دي شيب دي شيب تسويل من واحدة والاخرى المجلد من واحدة تكون شكلها تشبه شكل دي شيب تضع من خمسين إلى ستين ميكرون دمتر The egg shell of the enteropia sleeping class تكون double layer colorless transparent inner layer and the outer layer تكون albuminous layer help the egg to sticky to each other and to close on other object يعني الطبقة الخارجية تكون مثل اللزجة تساعد على الالتصاغ مع بعضها الأيق وتساعد على التصاغ بالملابس or الأشياء الأخرى The egg of the enteropia sleeping class contains the full developed embryo and become infectious to the human being within six hours after lying The egg of the enteropia sleeping class under coil moist condition The egg remain viable for about two weeks بالظروف الرطبة والظروف الجيدة تبقى The egg infected to the human being for about two weeks Single The female of the enteropia sleeping class lying about about أكثر من 5000 إلى 17000 يعني الفيميل الوحدة مع الـ enteropia sleeping class تضع باليوم الواحد أكثر من 5000 إلى 17000 بالظروف الرطبة تشوف هذه الصورة مع الـ egg تكون مثل ما قلنا Flat from one side and convex from other side تشبه D shape وداخلها يكون بالظروف الرطبة وداخلها يكون بالظروف الرطبة وهذا مثل ما حكينا سابقا الـ egg والـ larval stage تساعدنا بالتشخيص الديدان نقول هذي ايق مال انتروبيا صحي ايق مال سكار صحي ايق مال ترايكورا ترايكورا وهكذا وكذلك الـ larval stage مهم بالتشخيص في السابق الـ المودي jęخرج is by swollen ingestion with food or water النقطة الساحة by inhalation and by auto infection or retro infection the life cycle of the enterobcave لدينا عوان مستخدم بحرات للميكول ميكول alright the life cycle which need only one host there is no intermediate cost for enterobius فلميكولارis the natural host to a human being the effective stage here embryonic egg and an egg become infected to the human being within 6 hours the mode of infection of the enterobius فلميكولارis man acquired infection by ingestion of the بلعب المنزل بلعب المنزلية مع المنزلية أو الماء أو بلعب المنزلية أو بلعب المنزلية السرق من الأنثالية from the ingestion of the egg to complete the lifecycle which needs from two weeks to two months الكائه الأخير من الأنطرابيس فرميكولاريس أمام الشخص إلى الرجل في نارة عندما يأخذ العيون في الصباح الهوار يأتي بسعود لانس ويقوم بسعود على البرانيال لتصبحت الجوة تسعود هجرة من القولون إلى الرجل ويقوم بسعود الجوة تضع البيوض حول فتحة المخرج الأدلت الأدلت أدلت بعض الهجرة الأدلت ميغرات إلى غلوة وفاجينا ومثل إلى يوترس والفاليبناتوب بعض الوقت تصل إلى بريتونيا قصم من الاحيان تهاجر تصل إلى الفاجينا واليوترس والفاليبناتوب أو إلى بريتونيا المال من الانترابيس والميكوريس يكون مباشرة من الانترابيس والميكوريس يتحدث من الانترابيس والميكوريس ما هي المشكلة مع الانترابيس والميكوريس؟ هذه الصورة الثانية عندنا قلنا الأدلت ورم موجودة باللارج انتستان موجودة مالو فيميل الأيق يطلع ويا الفيسيس أبس اوتسايد ويا الفيسيس الأيق قلنا تكون انفكتت وين سكي سوار إذا كان هذا الثاني قلنات بأكدام الماء أو الماء يقوم بأكدام الماء ويقوم بأكدام الماء ويقوم بأكدام الماء ويقوم بأكدام الماء وتستمر دورة الحياة مرة ثانية عندنا باللايف ساكل عندنا الـ auto-infection أو retro-infection أabilities طالما نتیں الثانية في الماء ويقوم لألك، في الماء، ويقوم بأكدام الماء ويقوم بأكدام الماء ويقوم بأكدام الماء ويقوم بأكدام الماء النتائية التي تتكرار ماة انترابيس فلميكولاريس and the injection of the egg due to scratching of the peri-anal area with the finger leading to deposition of the egg under the nail of the patient. This type of infection mostly common in the children. This infection this mode of the infection occur from the anus to the mouth. إذن الوطوانفكشن عندما صير الاتشن والطفل يحق منطقة peri-anal area وموجود به هاي الاج راح الاج تصير داخل تحت الأظافر وتنتقل from the anus to the mouth. هذا نسميه auto-infection. بينما عندنا الريترو infection in this way the egg lying on the peri-anal skin immediately hatching into infective stage larva and migration through the anus to develop into adult worm in the colon. إذن الاج الموجودة في peri-anal area هي فيلو ديفولوب embryo. إذن الاج راح الاجراء will be hatching in this area in the peri-anal area and pass the ترجع مباشرة into the colon and develop to adult worm. This mode of infection occur and send me from anus to the colon. بينما بالأطوانفكشن from anus to the mouth. sometimes the pinworm egg which inhaled ناخذ عن طريق الهنائيشن and reach the pharynx and pass down to the esophagus and migration to the radium. تستين and develop to adult worm. في بعض الأحيان ناخذها عن طريق الهنائيشن وهي الأتربة والهواء الملوث إذا كان موجود به هذا الاجما الانتروبياس تصل عن طريق الفارنس تنزل على esophagus and small intestine and large intestine and develop to adult worm.